السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في هذا الفيديو الجديد سنتحدث إن شاء الله عن كيفية استخدام تطبيق فليب جريد من قبل الطلاب إلى جانب كيفية تسجيل رد للأنشطة والمهام التي يقوم المعلم بتكليفها لهم عبر هذا التطبيق في البداية طبعا المعلم يقوم بإرسال رابط المهمة أو الواجب عبر هذا التطبيق مثلا أنا قمت بإرسال هذا الرابط لطلابي عبر المجموعة الخاصة بهم سيقوم الطالب في البداية بالضغط على الرابط الآن سيتطلب دخول الطالب لهذا التطبيق هل سيتم الدخول بواسطة الجيميل أم بواسطة الهوتميل اللي هو التابع لمايكروسوفت مثلا سأقوم بدور الطالبة التي ستدخل إلى هذا التطبيق بحساب جيميل سأقوم بالضغط على Join with Google سأختار الحساب كما لاحظنا login successfully أي تم الدخول لهذا الموقع بنجاح كما نلاحظ هنا المهمة التي قمت بإرسالها للطلاب عزيزي الطالبة أرجو الإجابة عن هذه الأسئلة وقمت أيضا بإرفاق فيديو لكي يساعدهم بالإجابة عن هذه الأسئلة الآن ما هو دور الطالبة دور الطالبة ستقوم بقراءة هذه الأسئلة ومن ثم ستشاهد الفيديو وتجيب عن هذه الأسئلة كيف ستجيب الطالبة عن هذه الأسئلة باستخدام تطبيق Flipgrid في البداية بعد تجهيز الإجابات ستقوم الطالبة بالضغط على Record Response أي تسجيل رد هنا Use the App يطلب الموقع تحميل تطبيق Flipgrid سنضغط على Download سنقوم بتنزيل هذا التطبيق من المتجر بالطريقة المعتادة سننتظر إلى حين اكتمال التحميل بعد الانتهاء من التحميل سنضغط على فتح Next Tell us about yourself هنا سيقوم الطالب باختيار أيقونة Student أي أن هذا الحساب هو عبارة عن حساب طالب سيقوم بتحديده ثم Next Join a discussion Enter a join code or scan a QR code هنا سيقوم المعلم بتزويد الطالب بالكود الخاص بهذه المهمة سأقوم بكتابتها الآن بعد كتابة الكود سنضغط على Go سنضغط على Join with Google سنضغط على حساب الطالب كما نلاحظ ظهرت المهمة التي أرسلها المعلم للطالب بهذا الشكل الآن سيقوم الطالب بالإجابة عن هذه الأسئلة كما نلاحظ توجد هنا إشارة فيديو باللون الأحمر سنضغط عليها هل تريد السماح لتطبيق Flipgrid بالدخول إلى الصور والوساط والملفات على جهازك؟ سماح هل تريد السماح لتطبيق Flipgrid بالتقاط الصور والتسجيل للفيديو؟ سنضغط على سماح هل تريد السماح لتطبيق Flipgrid بتسجيل الصوت؟ سماح كما نلاحظ ستظهر الآن صورة الطالب في هذه الكاميرا على فرض أن الطالب لا يفضل أن يظهر أمام الكاميرا ما هي الخيارات المتوفرة يوجد لدينا هنا تأثيرات نضغط عليها هنا لدينا خيار Stickers ولدينا خيار Board Text Filter Photo Frame Dif إذا لم يرد الطالب أن يظهر وجهه بإمكانه أضغط على Board سيختار الطالب اللوحة الخاصة به أو التي يفضلها مثلا أنا سأختار هذه اللوحة هكذا الآن سأضغط على Effects أيضا وسأختار Stickers وسأقوم بإضافة العديد من Stickers إلى الواجب الدراسي الخاص به مثلا أقوم بتصغير الصورة أضغط على Effects مثلا أريد أن أكتب Text نص هنا تستطيع اختيار الخط الذي تريد مثلا هذا الخط مثلا سأقوم بكتابة عنوان هذا الواجب Active and Passive سأقوم بتنزيلها قليلا هكذا سأضغط أيضا على Effects سأضغط على الرجوع على هذا السهم للرجوع للخلف سأضغط هذه الاستيكارز مثلا هنا أيضا Effects سأبحث عن علم دولة فلسطين هنا علم دولة فلسطين سأقوم بالضغط عليه ووضعه هنا الآن أريد مثلا حل الأسئلة سأضغط على Text وأقوم بالإجابة عن الأسئلة التي قامت المعلمة بتكليف بها طبعا يقوم الطالب بحل جميع الأسئلة بهذه الصورة بعد الانتهاء من حل الأسئلة سيقوم الطالب بالضغط على هذه الإشارة وهي إشارة تسجيل فيديو هنا كما نلاحظ أصبحت باللون الأحمر يبدأ الطالب بقراءة الإجابة بصوت مرتفع بعد الانتهاء من تسجيل الإجابة بصوته سيدغط على الإيقاف هنا ومن ثم سيدغط الطالب على خيار Next هنا Next إذا لم يعجبك الفيديو عزيزي الطالب بإمكانك الضغط على Delete بإمكانك أيضا عمل Rotate أي تحويل زاوية الفيديو وإذا أرد تسجيل فيديو آخر بإمكانك الضغط على Add More إذا الأمور طيبة والفيديو جيد نضغط على Next بعد الضغط على Next ستظر هذه الصفحة للطالب سيقوم بكتابة اسمه عند Display Name Description Optional إذا أرد الطالب أن يكتب أي وصف أو أي تعليق أو أي شيء للمعلم بإمكانه الكتابة هنا بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات بإمكانه أيضا Edit Cover إذا أرد الطالب أن يغير هذا الشكل بإمكانه الضغط على Edit Cover هنا Select Frame Take Selfie Upload an Image Create Name Tag بإمكان الطالب الضغط على Take Selfie وأن يأخذ له صورة سيلفي ليرسلها مع الواجب أو أيضا بإمكانه تحميل أي صورة له من خلال الجوال الخاص به بعد ذلك سيضغط الطالب على Submit Success Your Video is Posted in the Topic أي أن الفيديو تم إرساله للمعلم بنجاح بإمكان الطالب هنا Save Video أن يقوم بالاحتفاظ بالفيديو لنفسه أو Save Cover أو Share Video أو حتى أن يشارك هذا الفيديو مع زملائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إلى هنا أكون قد انتهيت من شرح كيفية دخول الطلاب لهذا التطبيق وكيفية حل المهام وإرسالها للمعلم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته